عاوز اعمل تعليق على القناة بتاعتي بتاعت اليوتيوب اهلا بكم ناس كتيرة بعتت تسألني لو انا عاوز اعمل تعليق على القناة بتاعتي بتاعت اليوتيوب اعمل ايه؟ اه طبعا معروف جدا حسب الاحصائيات يعني الناس اللي عملتها بتاعت اليوتيوب وكل النصايح اللي اليوتيوبرز بيبعاتوا يقولوا عليها ان الناس ممكن تستحمل الصورة بتاعتك لو وحشة يعني لو الاضاءة ضعيفة او الصورة وحشة مهزوزة بتاعها ممكن الناس تستحملها انما ما فيش حد هيستحمل صوت وحش حتى لو كانت الصورة بتاعتك صورة احلى صورة ممكنة تقدر تعملها باي كاميرا فبمجرد ما الناس بتسمع صوت وحش على قناتك بتاعت اليوتيوب بست بيقفل على طول محادش بتفرج على بقية الفيديو اللي انت عامله فطبعا اتضح ان الصوت او السمع في التواصل عن طريق السوشيال ميديا واضح ان الموضوع ده مهم جدا فالصوت ازاي تعمل صوت ممتاز للقناة بتاعتك علشان اولا تقدر تجيب العدد اللي انت عاوزه من المشاهدات والمتابعة وفي نفس الوقت الناس تنجذب للفيديوهات بتاعتك تعرف المضمون اللي انت هتعمله ايه طبعا لازم يكون عندك مضمون مش معقولها هتطلع وتقول يعني يا ريان يا فجل يعني والناس هتخش تشتري يعني فلازم يكون الناس عايزة تشتري يعني مش معقول ايه هي اول حاجة انا ههتم بيها في موضوع الصوت ده اهم حاجة ههتم بيها في موضوع الصوت ده القرب من مصدر الصوت لو انا بتكلم لو انا بعزف لو انا بعمل اي حاجة لازم يكون مصدر الصوت قريب من الحاجة اللي انا هلقط بها الصوت زي ايه مثلا زي مايكروفونات انواع المايكروفونات ابسط صورة ان انا اقدر اعمل بيها الموضوع ده ان انا استخدم السماعة بتاعة التليفون نفسه ده تليفوني العزيز حطيت السماعة بتاعة الودن لو انت مدايقك انك انت تظهر معاك السماعة دي في ودنك ممكن تخبيها وتدبس السماعة كده كأنها مايك بيتشبك مايك ماشبك عادي جدا وممكن تدخله حتى تحت الهدوم كمان بس تلزقه بسلوتيبة عشان ما عودش يتحرك وتهز وتطلع اصوات الهز على المايك نفسه فمجرد ما بتحط المايك دوت على التليفون بتاعت انت خلاص السماعة نفسها اللي هي المايكروفون اللي بيبقى على السماعة نفسه اكبر لائط للصوت فعلا وممكن اسجل به اي حاجة على الموبايل بتاعي في تطبيقات كتيرة اسمها مسجل او ريكوردر او ميمو ريكوردر او فيه يعني على كل الانواع الموبايلات وعلى الاندرويد وعلى الايو اس هتلاقي التطبيقات بتاعت تسجيل الصوت دوت فانا ممكن احمل التطبيق دوت وسجل وحط الموبايل جانبي في جيبي وانا بسجل الصورة مع الصوت او ان انا بعلق على فيديو معين او على كمبيوتر معين بحط الموبايل بيسجل بالزبط اللي انا بسجله دلوقتي طب نعمل تجربة دلوقتي ونشوف انا بسجل دلوقتي على الريكوردر بتاعي اللي موجود على الموبايل ولو تسمع الصوت بتاعه صوت ممتاز ومفيش اي مشاكل خالص فيه انك انت بتقدر تحطه بعد كده على اي فيديو انت عاوزه تاني طريقة للتسجيل هحتاج معاها جهاز خارجي اللي هو ريكوردر زغير انا عملت حلقة قبل كده عليه ممكن استعمله كريكوردر ممكن استعمله كاوديو انترفيس انا بسجل الصوت بتاعي دلوقتي عليه عن طريق المايك اللي انتو هتشوفوه دلوقتي عن طريق المايك دوت مايك متعلق من الحامل بتاع المايك من فوق خالص اما باجي حطه على الحامل بتاع المايك نفسه اتبع نظرية وحيد القرن وحيد القرن اللي هو ايه من الجبهة بتاعتك تعمل صوابعك كده وتمدي ايدك زي زلومة كده طلع من فوق الجبهة ودوت مكان المايك بتاعك ويبقى المايك متوجه على صدرك علشان يطلع الصوت بالتون بتاعه كله سواء التون الحد او التون الغليز فيطلع الصوت بتاعك المايك النوع دوت اللي انا بستعمله دوت المايك ده مشهور جدا بتسجل به اه اصوات الات وبتسجل به اصوات بشرية وبينفع هو كندنسر والكوندنسر كمان بتاعه كمان فيه بطارية من جوه ممكن تتاخد بطارية تسعة فولتا عليه تقدر تدور الدايرة بتاعته فتقدر تستعمله في الحفلات وبتاعه فمش محتاج انك يبقى عندك الميكسر بتاعك فيه فانتوم باور ففعلا المايك ده كان لقطة يعني بصراحة وتمن ومش غالي هو تمن وتمن نفس المايك اللي هو المشهور عادي بتاع الناس اللي بتغني فيه دوت فهو مش غالي وفي نفس الوقت مايك ممتاز جدا ممكن استعمله كندنسر مايكروفون وفيه كابسولة صغيرة كده بتتركبها من جوه بعد ما تفك الشبكة بتاعته تركب الكابسولة دي بيحوله لمايك موجه المايك الموجه اللي هو بيسموه شوت جون يعني المايك دوت بيلقط من نقطة واحدة معينة اللي جاء قدامه وبيتجاهل اي اصوات جاية من الجنب فالمايك دوت بيعمل الموضوع دوت فانا بستعمله كده او بتجيب مايك شوت جون بيتركب على الكاميرا من فوق او بتركبه على الحامل دوت المايك الشوت جون مستو زي ما احنا قولنا قبل كده من دقيقة واحدة بس ان هو بيلقط من نقطة مركزة على الهدف بتاعه دوت عشان كده بيبقى المايك ده مهم جدا في الناس اللي بتصور خارجي بيتجاهل اصوات الشارع والناس اللي ماشي وارا والناس بتاع ايه والناس اللي عملت تتحرك وعجل العربيات والكلام ده كله بيركز على صوت المراسل الصحفي اللي بيبقى واقف ماسك الورق في ايده طبعا بتكلم على برة عندنا احنا بيمسكوا مايكروفونات وبتاع انما فيه برة بيبقى شوت جون مايك ده الناس اللي بتصور سينما والناس اللي بتصور تلفزيون خارجي بيبقى فيه واحد واقف ماسك سنارة اللي هي الحامل دوت وشايل فيه المايك ده بس انت مش شايفه لانه فوق وفوق الكدر بالزبط فوق الكدر وكل ما يقرب من بق الممثلين او بق المؤديين كل ما كان افضل بكتير عشان كده بيحاول يخلي دوبك الكدر كده فيبقى المايك ده فوق الكدر على طول فيبقى المسافة ما بينه وما بين البق او ما بين الصوت المصدر الصوت نفسه قليل وينفع يطلع منه الصوت فده تاني نوع من المايكات بيجي هز الريكوردر اللي انا عندي دوت انا ممكن اوصل به مايك بيسموه او مايك تايب او كليب كليب يعني انك انت بتشبكه في حاجة ماشبك مايك ماشبك يعني فده بيسموه تاي كليب يعني انه بيشبكه في الكرافاتة عامل زي ماشبك دابوس الكرافاتة كده المايك دوت انت بتوصله بالاميس مثلا او بالكرافاتة او بحاجة قريبة من هنا لو انت كمان عايز تخبيه ممكن تخبيه تحت الهدوم بس بتلزقه بالسوليتيب بحيس ان مايفضلش يتحرك ويتهزف يطلع واجه في الصوت يعني وكده فبتلزقه او بتثبته بطريقة ما وده انا بسجل بيه كتير قوي لما بالذات بحطه على يعني حامل الجيتار لو شفت فيديو اللي ايه قديمة تلاقي بتاع سوه ده كده على الحزام بتاع الجيتار نفسه هو ده المايك اللي انا بلقط به الصوت اللي انا بتكلم فيه ده ممتاز جدا وبتشوفه حتى كمان في لما بتشوف مسلا حد بيعمل لقاء مع حد مشهور مسلا وبتاع بتلاقيه مركبين له اه ساعات مايك وساعات اتنين كمان عشان يطلع الصوت ستيريو من ناحيتين ويبقى صوت قوي وكويس وجميل في محطات التلفزيون ومحطات الاخبارية فالمايك ده مشهور جدا اللي هو ده انت ممكن تجيبه كمان يعني فاكر الواصلة اللي بتسمح لك انك انت تتحرك بالمايك لمسافة طويلة من غير ما يبقى الصوت بيطلع لفيه ضوضاء وكده ففونك تجيبه وممكن تجيبه كمان عادي جدا بالجاك عادي كأنه جاك الهيدفون بالزبط بيتوصل بالاوديو ريكوردر بتاعك وساعات يتوصل بالموبايل خلي بالك من النقطة الجاك اللي بيوصل بالتلفون ده بيبقى اربع بيتقسم اربع تقسيمات الجاك المايك اللي بيتوصل بالتلفون بيتقسم اربع تقسيمات الجاك الستيريو بيبقى ثلاث تقسيمات بس فخلي بالك وانت بتشتري المايك بتاعك هينفع يتركب على التلفون ولا لا ده تاني نوع من المايكات تالت نوع من المايكات ان انا هجيب مايك عادي جدا وهحطه قريب من بقق بحيث ان انا اتكلم وتسمع ده مايك عادي دايناميك عادي جدا بس اهم حاجة دايناميك بيحتاج انك انت تتقربه من بققك مايبقاش المايك بعيد عن بققك كده فمحيث ان يلقى صوت ومعا صوت الصدق والكلام ده لازم هيكون قريب من بققك فده حل رخيص جدا وحل سهل جدا فيه متناول الجميع ده تاني حل بعد الحل بتاع السماع الهيتفون بتاعت التلفون حل رابع بقى انك تجيب مايك مخصص للتسجيل من المكتب يعني ده مايك بتحط كده على سطح المكتب بالحامل الزغير بتاعه دوت وهو مايك كندنسر اساسا بيتوصل يو اس بي بالكمبيوتر على طول المايك دوت مش محتاج يعني كل المايكات اللي بتتوصل بالكمبيوتر بتحتاج اوديو انترفيس عشان اوصل الاشارة من الالوج لديجيتال عشان الكمبيوتر يقدر يفهمها الا المايك دوت المايك النوع دوت اللي بيسموه اس بي المايك ده بيتوصل بالكمبيوتر على طول وانا بتحكم بمستوى الصوت بتاعه بالكمبيوتر للأسف مش هقدر اتحكم به بالاوديو انترفيس نفسه لانا ما فيش اوديو انترفيس ولا اقدر اتحكم باي زرائر عليه عالي ووطي واشوف انا هستقبل الاشارة بتاعتي تبقى عالية ولا لا المايك دوت بالذات صعوبته بس انه هو بيتوصل بالكمبيوتر فمستوى الصوت مش هقدر تحكم فيه فعشان كده ما حدش بقدر يسجل به مزيكة يعني لو انت هتجيب واحد زي ده عشان تسجل به مزيكة كمان مش هينفع ولا هينفع في الاسوات اللي انت بتعمل به اصوات موسيقية لان ليه كمان تون سابت مش هتعرف تتحكم في البتنز بتاعته ولا تقدر تتحكم في العلو بتاعه ولا تقدر تتحكم في نسبة الداخل الكمبيوتر الدقيق والكلام ده بلباقة وبسهولة زي المايكروفون اللي بتوصل بالاوديو انترفيس بس المايك ده بيبقى حل عملي جدا انه هو محطوط على الكمبيوتر مش هيروح في اي حتة خلاص زي ما هو كده يفضل زي ما هو وانت بتسجل كل يوم به نفس التسجيل وبتاع هو اغلى شوية من الحلول اللي احنا قلنا عليها اللي مش هتكلفك كتير يعني لو انت هتجيب مايك هتثبته على سطح المكتب آآ ممكن تجيب حاجة جهاز زي الجهاز ده الجهاز ده انا اشتريته مثلا بحوالي تلاتة دولار يعني حاجة مفيش آآ هتلاقي منه اسعار رخيصة واتلاقي منه بميات ما تجيبش ابو ميات لان مش هتستاهل يعني الموضوع ده عبارة عن فاكر الحامل زمان اللي بتحط عليه اللمبة بتاعت المكتب اللي كنا بنركبه على المكاتب بتاعتنا وترابيزات الرسم انا اساسا كنت هندسة رفاقية عشان ترابيزات رسمة كنا بنركب حاجة زي كده فيها لمبة عشان اقدر اعليها ووطيها زي ما انا عايز عشان راسي ما تولعش وانا برسم على حتة معينة من الرسمة فالبتاع الجهاز دوت بيتركب فيه المايك في الحتة ديت كده وده بيتثبت بالرجلاج اللي انت شايفه دوت في المكتب بتاعك وبتقدر بقى تتحكم في ارتفاع المايك والزاوية بتاعته على بقك انت مع العصفورة طبعا بتاعت المايك اللي بتبعي تركبها فوق حسب الكاميرا بتاعتك والكدر اللي انت عاوز الصوت بتاعك شكل المايك يبان في الصورة ازاي زي ما احنا اتفقنا لو انت علقت بمايك دايناميك هتضطر تقرب المايك او من بقك فحيبان في الكدر بتاعك فانت دايما تخلي بالك وانت بتحط المايكروفون مكانه يبقى زاويته ما تخبيش وشك مثلا او ما تخبيش عينك وراسك وانت بتصور التصوير بتاعك في قناة اليوتيوب او القناة اللي انت بتعملها او الفيديو اللي انت بتعمله فطبعا معمول الحامل دوت علشان يسهلك المهمة دي تجيب المايكروفون من اي منطقة انت عاوزها بحيس ما يفسدش الكدر بتاعك بتاع التصوير خلاص لقضت الصوت بتاعك انت في الصوت بتاعك اللي انت بتلقوته دوت انت خلاص اتتبع فيه كل القواعد اللي احنا اتفقنا عليها في ازاي تسجل صوت المطرب حاول تخلي الصوت من ناقص اتناشر من ناقص ستة القواعد الرسمية اللي احنا قلنا عليها ده هيخليك بعد كده وانت بتركب الصوت على الفيديو تقدر تعمل فيه تعادلات في الصوت تعاليه شوية وتعمله كومبريسور بحلقة الكومبريسور لو انت بصيت عليها وهتطلع تعليق ازاعي ممتاز جدا تقدر تحمله اما على اليوتيوب او تستعمله في القنوات اللي هي بتعمل قنوات راديو على الموبايل او باستخدام الانترنت تقدر تستعمل الصوت بتاعك دوت اللي هيطلع سالس جدا وصوته حلو جدا في المنتج النهائي طبعا لازم بعد ما تزود الكمبريسور وتعمل وتعدل الكلام ده بالبرنامج بتاع الصوت المجاني اللي احنا قلنا عليه بتخلي الصوت ما بين ناقص ثلاثة وناقص زيرو في المنتج النهائي طبعا بالكمبريسور بالكمبريشن والكلام ده ومجرد ما بتوصل الليفل ده تخلاص الصوت بيبقى مقبول جدا ويقدر يتحمل على اليوتيوب بسهل جدا على الفيديو طب انا هحمله على الفيديو ازاي وانا بسجل الصوت والصورة في نفس الوقت انا بسجل الكاميرا بتاعتي بتسجل صوت برضو والمايكروفون بتاعي بسجل الصوت بتاعي بسقف مرتين في اول الفيديو فالكاميرا بتلقط السقفة ديت والمايكروفون بيلقط السقفة دي وعن طريق برنامج الفيديو بحط الصوت ده وتعال الصوت ده وقلغي صوت الكاميرا وخلي الصوت بتاع المايكروفون بتاعي هو اللي طرع. فبكده ان انا هحتفظ بصوت كواليتي ممتاز جدا. وفي نفس الوقت ماشي مع الصورة اللي بتنقلها الكاميرا. سواء الكاميرا دي كانت موبايل او كاميرا عادية جدا. فممكن تقدر تطلع فيها فعلا مستوى احترافي من الصوت مع الصورة. ممكن في حلقة تانية نتكلم الناس بتصور ازاي اليوتيوب اه بالكاميرات بتاعتها. وممكن نبقى سهل جدا ان تبقى حلقة صوت وصورة بحيس انك انت يبقى عندك خلاص كل الامكانين اك انت فهمت التكنيك بتاع التصوير ايه وتقدر انت تعمل به اللي انت عاوزه لو انت عندك محتوى جاي تقدر تقدمه للناس يعني. واشوفكو الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة